طيب نروح لموضوع آخر في مقال مهم وخطير اتنشر في جديدة اللواء الإسلامي النهاردة طبعا جديدة اللواء الإسلامي هي صادرة عن مؤسسة خبار اليوم المقال عنوانه من وكيل الأزهر لأمين هيئة كبار العلماء دكتور عباس شمان خطيب المعزول ورجل الشاطر الغامض في المشيخة ده هو العنوان اللي نشر النهاردة عنوان المقال اللي نشر النهاردة في ريدة اللواء الإسلامي المقال طبعا به من الاتهامات الكثير لدكتور شمان أهمها أنه ساهم في أخوانة الأزهر ومشيخة الأزهر إلى جانب الدكتور حسن الشفعي والدكتور محمد عمارة ومحمد السليماني ده على ذمة كاتب المقال الأستاذ أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي وطبعا الأستاذ أحمد عطية صالح استشهد بالعديد من الحوادث والروايات وبعضها حتى موثق وحضراتكم يمكن شايفين فيديو ده الفيديو ده ده الفيديو ده اللي بيصور دكتور عباس شومان وهو يعتلي ممبر المسجد اللي كان بيصلي فيه مسجد الشربطلي اللي كان بيصلي فيه الرئيس المعزول محمد مرسي ويعني نصب إلى دكتور شومان يومها أنه قال الكثير في حق محمد مرسي تقربا من محمد مرسي وإلى آخره وإنه دكتور شومان حسب الأستاذ أحمد عطية صالح هو أهم رجل في المشاخة ويتحكم في كل مجريات الأمور ولا يكاد شيخ الأزهر يصدر قرارا واحدا إلا بعد مراجعة شومان له ده مش كلامي ده كلام الأستاذ أحمد عطية صالح في مقاله المهم اللي نشر النهاردة في جريدة اللواء الإسلامي